قصة اعدام الشيخ صباح السالم الصباح الذي قتل نجم منتخب الكويت بطريقة مروعة بعد مرور أشهر على حادثة مقتل لاعب النادي البحري عبدالعزيز الزعتري قاضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم السلساء باعدام الشيخ صباح السالم الصباح المتهم بالجريمة وترجع تفاصيل قضية اعدام الشيخ إلى شهر إبريل الماضي الذي قتله في ساحة منزله بمحافظة مبارك الكبير حين قتل الشيخ صباح الزعتري بسبب خلافات بينهم الشيخ سالم ضرب اللاعب 12 طلقة أمام أعين والدته لتستقرب جسده مما أدى إلى وفاته قتل صديقه بسبب خلافات بينهم الشيخ صباح السالم بعد صدور هذا الحكم بدأت التغريدات تعبر عن الفرح لتحقيق العدالة بالكصاص من قاتل عبدالعزيز الزعتري من هو الشيخ صباح السالم؟ هو ديانتو مسلم مهنتو ضابط في وزارة الداخلية الكويتية ويذكر أن الزعتري هو لعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية أعزائي المتابعين بكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة